لليوم الثالث على التوالي تتواصل المعارك بين القوات الاثيوبية ومسلح جبهة تحرير تيجراي سبعة عشر شخصا قتلوا بينهم ثلاثة اطفال في قصف اثيوبي استهدف منطقة ميكلي في اقليم تيجراي بحسب ما افادت سلطات الاقليم المتحدث باسم متمردي تيجراي افاد بان طائرة القت قنابل على منطقة سكانية وروضة اطفال ما ادى الى مقتل واصابة مدنيين في المقابل اكدت الحكومة الاثيوبية ان طيرانها لا يستهدف سوى مواقع عسكرية في تيجراي واصفة اتهامات السلطات المتمردة في الاقليم بالواهية وقد سبق لخدمة الاتصال الحكومي الاثيوبية ان اكدت عزم الحكومة استهداف القوى العسكرية التي وصفتها بانها معادية للسلام في الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي كما دعا مكتب الاتصال الحكومي الاثيوبي المجتمع الدولي لإيدانة الجبهة وممارسة ضغوط عليها لتبني خيار السلام ومع تجدد التتال بين القوات الحكومية وجبهة تحرير تيجراي تبرز المخاوف الدولية من مجاعة وازمة انسانية في الاقليم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس كيبريسوس افاد بان سكان اقليم تيجراي يتدورون جوعا كيبريسوس المولود في الاقليم والادرى بشعابه قال ان سكانه معزولون عن العالم الخارجي يفتقدون للاتصالات والكهرباء والخدمات المالية واصفا الوضع الناجم عن الصراع في تيجراي بالاسوأ من اي ازمة انسانية اخرى في العالم اشتركوا في القناة